اشتركوا في القناة مدرسة تدكو التجارية محافظة البحيرة وموجه اول محاسبة سابقة النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع حضراتكم في الباب الاخير في محاسبة الشركات المساهمة اللي هو المحاسبة في شركات قطاع الاعمال العام المحاسبة في شركات قطاع الاعمال العام او كما يسميه البعض المحاسبة في الشركات القابضة والتابعة الشركات القابضة ماشي للمسيطرة اذا ما هنشوفها الشركات التابعة الموضوع ده موضوع شيق وجميل ومحتاج تركيز بصراحة محتاج تركيز لأنه يعني صعب الهضم شوية فإحنا مش هينفعش ندخل على طول في التمارين وحل التمارين والعملي لابد فيه جزء الأول نظري مرتبط بالعملي وحيسهل لنا تسهيلات كتيرة وإحنا منشرح العملي وممكن يجي منه بعض النقاط في السؤال بتاع النظر اللي بيجي في الامتعان طيب انت دلوقتي بتقول ايه المحاسبة في شركات قطاع العمال العام ايوة يعني المادة اسمها محاسبة شركات المساهمة احنا بناخد الجزء الأول اللي هو المحاسبة في شركات قطاع العمال العام شركة مساهمة مصرية ما شاء الله ربنا فتع عليها رأس مالها كبير تمام كده وبتحب ان هي بتوظف أموالها أو بتستسمر أموالها في صورة أسهم في شركات أخرى شركة ألف تمام كده بتستسمر أموالها في شركة مثلا به بحصة معينة من أسهم ايه أو من رأس مال أسهم الشركة به سواء بقى حنعرف النسب دي نسبة مثلا اقل من 20% من رأس مال الشركة به ولا من 20% ل50% من رأس مال الشركة به أو أكتر من 50% من رأس مال الشركة به هنشوف الحالات دي وبنسميها ايه وايه هي درجة سيطرت أو قبضت أو ملكية الشركة ألف على الشركة به أو الشركات الأخرى دي فكرة الموضوع ده عشان نشوفه ايه بالضبط كده ويعني ايه كلمة استثمار في شركات شقيقة ويعني استثمار جاري تمام ويعني استثمار في شركات تابعة وبعدها تقولي طب الاستثمارات بتنقسم لأيه نقولك استثمارات مباشرة واستثمارات غير مباشرة طب وضح لنا دي ووضح لنا دي طب يعني ايه شركات المجموعة مجموعة شركات مع بعضها كده اه يعني مكونة من شركة قبضة أو مسيطرة تمام كده ومعاها شركة أو شركات تابعة أيها طيب يعني القوائم المالية المجمعة قوائم مالية مجمعة ومن اللي بتعدها بتعدها الشركة القابضة آه ده إيه بخلاف القوائم المالية اللي بتقدمها الشركة القابضة والشركات التابعة طيب جميل بنعالج استثمار الشركة القابضة في شركة تابعة وفقا لخطوات معينة حنعرف يعني الخطوات دي ويعني قيام الشركة القابضة بيعادة تقييم أصول وخصوم الشركة التابعة في تاريخ الشرال وتاريخ السيطرة طب ونتيجة عادة التقييم دي بتكون النتيجة إيه حالة من ثلاثة أيوة طب لما نجي نعمل قوائم مالية مجمعة إيه الخطوات اللي بنعملها وبعد كده يعني نسبة السيطرة تمام كده نسبة السيطرة وبتساوي إيه تمام بسط إيه على مقام إيه في المية كل ده عايزين نعرفوه إن شاء الله كمقدمة ومدخل للمحاسبة في شركات قطاع الأعمال العام فعلى بركة الله دي كانت فكرة بسيطة كده أول حاجة بنقول إيه شركات المجموعة إيه هي؟ هي شركات مكونة من شركة قابضة ومعنى قابضة يعني مسيطرة إيه تمتلك أكثر من خمسين في المية من رأس مال الأسهم في شركاتها التابعة بقول في شركاتها يعني مش شركة واحدة عشان كانت سموها شركات اللي هي المجموعة هي شركات مكونة من شركة قابضة يعني مسيطرة تمتلك أكثر من خمسين في المية من رأس مال الأسهم في شركاتها التابعة طيب تعالي نشوف أولا كده الاستثمار في الأسهم بين شركة وأخرى يعني لو افترضنا بين شركة اللي هنسميها فيما بعد فيما بعد القبضة بين شركة ألف خلاص وإيه وأخرى به ألف تنقسم الاستثمارات من حيث الهدف إلى ثلاث حاجات تنقسم الاستثمارات من حيث الهدف إلى واحد الاستثمار الجاري الاستثمار الجاري امتى نسميه الاستثمار الجاري لو كانت الشركة ألف بتمتلك قد إيه أسهم من حصة الشركة به الاستثمار الجاري إذا كانت الشركة تمتلك أقل من 20% من أسهم الشركة الأخرى طب دا بيعد ايه ومنسمي ايه احنا قلنا سميه الاستثمار الجاري طب الغرض منه ايه ويعد هذا نوعا من تشغيل الاموال بهدف تحقيق اعلى عائد ممكن اه انا الف حصتي به اقل من 20% ايه بقى فلوس اللي انا دفعتها في صورة اسهم الشركة به دا انا هدفي منه ان انا الحقيق على عائد ممكن ماشي ادي الحالة الاولانية اللي هو الاستثمار الجاري طب اتنين الاستثمار في الشركات الشقيقة شقيقة حبيبتي اغتي حبيبتي ايوة استثمار في الشركات الشقيقة تمام امت اذا كانت الشركة اللي يملو عليها االف انا من المصلاب االف تمتلك من 20% الى 50% من اسهم الشركة الاخرى ايه بيه طب هنا الحصة زادت كويس قوي من 20% لخمسين هل هي طرح يكون الهدف تحقيقها على عائد ممكن بس طب نشوفوا كمان كده ايوة ايوة الاستثمار في الشركات الشقيقة اذا كانت الشركة تمتلك من 20% لخمسين في المية من اسهم الشركة الاخرى ويتيح للشركة المستثمرة ايوة 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 تدعيم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات التشغيلية والمالية والإدارية في الشركة المستثمر فيها اللي هي بيه اه المرة الاولانية انا كان حصيت اهل من 20% يعني بصراحة كده ما كانت شرية الحق ان انا نبدي رائع ان انا نبين عين الحمرة ونقول للشركة به لا تشتغلي كذا تعملي كذا لا انت اضيف شرف على دماغنا لك اقل من 20% انت عايز تستثمر اموالك وتحققها على عائد ممكن لكن في الحالة بقى اتنين اللي هي الاستثمار في الشركات الشقيقة دي حصتي وصلت من 20% لخمسين في المية تمام يعني حصة كبيرة هي اه لدنانا حندخل بقى هندخل بوجودي بوضعي كشركة كبيرة في ايه بقى ويتيح للشركة المستثمرة ماشي ليه الف اللي هي صاحبة الحصة من 20% لخمسين في المية في ايه بقى تيطع لهي تدعيم القدرة اه لانا ليا الحق قد انا فلوسي عندك في النسبة كبيرة خمسين في المية ويتيح للشركة المستثمرة تدعيم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات التشغيلية والمالية والادارية في الشركة المستثمر فيها ايوانا ليه كلمة وليه حقا تسمعوا لي وتنفزوا معايا عارفين دي يا جماعة زي ايه بالزبط مش انتوا شواء بالتسويق عندكم في مادة سوق الاوراق المالية مش عندكم حاجة اسمها البورصة مش كده هيئة كذا 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 ولا حق التقاضي وحق وحقق بيقول لك ايه بيقول لك من حق الحكومة تعيين مندوب عنها مندوب عن الحكومة ايوانا يراقب اعمال البورصة ايه بمندوب الحكومة ده اللي بتعيينه الحكومة من حق ايه مراقبة اعمال البورصة ايه نفس الفكرة بانش الاستثمار في الشركات الشقيقة اللي يبتمتلك من 20% ل 50% تمام كده يتيح للشركة المستثمرة الف تدعيم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات التشغيلية والمالية والادارية في الشركة المستثمر فيها ايه بيه طيب تلاتة الاستثمار في الشركات التابعة وديت هي بداية شغلنا في التمارين العملي الاستثمار في الشركات التابعة امتى بنقول كده اذا كانت الشركة تمتلك اكثر من 50% من اسم الشركة التابعة اه يعني الشركة الف لها اكثر من 50% من اسم الشركة بهلية التابعة ويمثل نوعا من الاستثمار يهدف الى ايه بقى بصب المراضي الى السيطرة والتحكم يعني اذا كنا كنا بنقول في اتنين اللي هو الاستثمار في الشركات الشقيقة ابداء الرأي او ابداء وجهات النظر او يا جماعة اسمعونا ماشي علشان تقبل قرارات التشغيلية والمالية والادارية معقولة لا ده انا هنا بقى الاستثمارات في الشركات التابعة تمام كده بقول لي ويمثل نوعا من الاستثمار يهدف الى السيطرة والتحكم كنترولينج فيبها في السياسات التشغيلية والمالية والادارية تمام دولي التلات حالات ماشي اه اللي هو تنقسم الاستثمارات الى كذا من حيث الهدف طub تعال معايا وعد الى جعله لي وتنقسم الاستثمارات الى نوعي الاستثمارات الى نوعي ألف استثمارات مباشرة يعني استثمارات مباشرة بمعنى ان الشركة القابضة تمتلك اكثر من 50% من اسم الشركة التابعة ماشي دي فهمناها دي على طول استثمارات مباشرة من القابضة للتبعة بدون اي وسيط تمام طيب بيه استثمارات غير مباشرة وحن شابه لكم تشبيه جميل دلوقت استثمارات غير مباشرة وإذا كانت الشركة القابضة تمتلك أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة وليكن سين يبقى القابضة لو حن زمنا قلنا ما سيخللها القابضة آلف بتمتلك أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة من سين طيب والتي تمتلك بدورها اللي هي سين دي سين التابعة بتاعة آلف سين التابعة بتاعة القابضة آلف سين دي والتي تمتلك بدورها أكثر من 50% من الأسهم في شركة تابعة أخرى صاد زي ما آلف قابضة بالنسبة لسين قابضة بالنسبة لصاد تمام جدا والتي تمتلك بدورها أكثر من 50% من الأسهم في شركة تابعة أخرى لها صاد طيب في هذه الحالة بقى ايه يقول للشركة القابضة اللي هي ألف سيطرة مباشرة على الشركة التابعة سي صح دي مباشرة طب وعلى صاد وسيطرة غير مباشرة على الشركة التابعة الأخرى صاد ايه بلا هنا لا حكتين سيطرة مباشرة على التابعة لا مباشرة طبع طول ياسي وغير مباشرة على التابعة ايه صاد طبع لكم مثال كده يعني يريفي كده فلاحي من عندنا ومن عندكم كده بسيط كده انتي كطالبة خاضعة خاضعة لسيطرة أمك سيطرة تمة مباشرة ايوة لو افترضنا أمك القابضة وانتي التابعة بنتها حلو كده ايبا العلاقة اللي ما بينك وبين أمك قابضة وتابعة ايبا دي تسمع ايه استثمارات مباشرة مباشرة طب ربنا كريمك واخدت الدبلون والبكاريوس وتجوزتي وخلفتي واصبح عندك ايه أولاد الاولاد دول بالنسبة لأمك انتي اعتبر ايه احفاد احفاد انا عايزك تركيز علق معايا طيب يا ترى سيطرت او رقابة امك على اولادك انتي على احفادها حيبقى مباشر ولا غير مباشر ايوة صاحب غير مباشر تقول ليه يا استاذ اسمعيني بقى كده بالعقل كده ايوة امك انتي بالنسبة لامك قابضة وتابعة يبقى دي مباشرة خلاص اما اولادك بقى ما ممكن يكون يعني سلوكم تصرفاتهم يقولهم يعني بتجنح شوية ما يلل ايه ما لأبوهم لأهل أبوهم اتزي معايا شوية بس شوية ايبا سيطرت امك عليهم احنا مش بقولوا سيطرة يعني مسكن من رقابتهم كده وحط لهم الحبل وبتلاق لا مش كده يعني مدى التجاوب او الانسجام مثلا او سمع الكلام زي ما بقولوا انتي ملزمة تسمع كلام امك صاغرة عشان كده بقولوا استثمارات مباشرة ما بين القبضة والتابعة لكن ما بين القبضة بصيبا والتابعة لك اللي هم اولادك غير مباشرة ايقبال ام امك وانتي دي مباشرة امك واولادك غير مباشرة يا رب تكون ايه وصلت طيب نجي بعد كده القوام المالية المجمعة ايه القوام المالية المجمعة ما الشركة القبضة هتقدم قوائم مالية سواء قيمة مركز مالي قيمة الداخل قيمة تدفقات نغضية هتقدم والشركة التابعة لها هتقدم برضو قوام مالية مش كده قيمة المركز المالي قيمة الداخل قيمة تدفقات نغضية قيمة تجهيل اي قوائم لا غير دولي ودولي نسمع بقى القوام المالية المجمعة تعتبر بمثابة قوائم إضافية تعدها الشركة القابضة فقط القوام المالية المجمعة morally هتعدها مين الشركة القابضة فقط وكمان شوية كمان شوية هنقولك ده هتعمل إيه بس ده إحنا لو مشيناك كده شوية nucده يقتصر إعداد القوام المالية المجمعة في تاريخ السيطرة على إعداد قائمة المركز المالي المجمعة فقط ومن اللي حتى تقوم بها الشركة القابضة طيب يبقى بقول القوام المالية المجمعة تعتبر بمثابة قوائم إضافية تعدها الشركة القابضة فقط بالإضافة لما تقدمه الشركة القابضة والتابعة من قوائم تمام ننقل لنقطة تانية معالجة استثمار الشركة القابضة في شركة تابعة تمام وإعداد القوائم المالية المجمعة بيتم وفقا للخطوات الآتية يعني خطوات استثمار الشركة القابضة في شركة تابعة واعداد القوام المالية المجمعة ايه الخطوات دي ناخد واحدة واحدة كده واحد قيام الشركة القابضة القابضة بتسجيل استثماراتها في الشركات لان مش شركة تابعة واحدة ممكن اكتر من شركة تماما عشرة فوق خلزونا شركات اللي هي المجموعة يبقى واحد قيام الشركة القابضة بتسجيل استثماراتها في الشركات التابعة بقيمتها السوقية اللي هي قيمة الشراء أيوة ألف استثمارت مبلغ 600 ألف جنيه في الشركة التابعة به خلاص اشترت أسهم جزء من أسهم الشركة به قيمتها النهاردة السوقية كان 600 ألف جنيه حتتسجلها بقيام الشركة القابضة بتسجيل استثماراتها في الشركات التابعة بقيمتها السوقية اللي هي قيمة الشراء اتنين تقوم الشركة القابضة بإعادة تقييم أصول وخصوم الشركة التابعة في تاريخ الشراء اللي هو تاريخ السيطرة هنعرف ليه لاستخراك صافي أصول الشركة التابعة أيوة الشركة القابضة لما استثمرت مبلغ 600 ألف جنيه 800 ألف جنيه خلاص بحصة معينة في أسهم الشركة التابعة فوقفت كده قالت الله تم وممكن يكون المبلغ ده مش أكبر أكبر من صافي أصول خصوم الشركة التابعة مثلا أو أقل أو مساوي فهنا بيتمي باب تقوم الشركة القابضة بإعادة تقييم فاكرين عادة التقييم في سنة تانية وحسبة سنة تانية في الترمي التاني اللي انتو ماخدتوش السنة اللي فاتتها واخدتوه في انضمام شريك أو انفصال شريك كان الشركاء بيتفقوا لإعادة تقييم الأصول والخصوم وكان بيطلع نتيجة منها يا أرباح يا عادة تقدير يا خسارة عادة تقدير نفس الفكرة تقوم الشركة القابضة بإعادة تقييم أصول وخصوم الشركة التابعة في تاريخ الشراء اللي هو تاريخ السيطرة لاستخراج صافي أصول الشركة التابعة طيب نتيجة عادة التقدير دي نشوف بقى ثلاثة مقارنة صافي أصول الشركة التابعة بعد إعادة تقييمها عن قرنة بقيم قيمة الاستثمارات التي دفعتها الشركة القابضة في الشركة التابعة هنقرنهم أيوة وحنطلع بنتجة من ثلاثة وهنا تظهر ثلاثة احتمالات هي ألف تساوي قيمة الاستثمارات مع صافي قيمة الأصول وهنا لا توجد مشكلة إيه بشركة القابضة كده تطمنت آلة الفلوس اللي أنا حطتها يا دوبك بالزبط كده بتساوي صافي قيمة الأصول تمام بتاعت الشركة التابعة إيه بقى مخصنناش حاجة إيه بقى هنا لتوجد مشكلة طب به زيادة قيمة الاستثمارات عن صافي قيمة الأصول آه ده أنا دفعة 800 ألف جنيه استثمارات وصافي قيمة أصول الشركة التابعة مثل 700 ألف جنيه طب يا ترى الفرق المية ألف ده حننعمو له وهي ولا نسموه آه زيادة قيمة الاستثمارات عن صافي قيمة الأصول يعتبر الفرق شهرة شهرة بركز لو الاستثمارات أكبر من صافي قيمة الأصول الفرق شهرة طب لو العكس جيم نقص قيمة الاستثمارات عن صافي قيمة الأصول يعتبر الفرق احتياطي رأس مالي احتياطي رأس مالي دي الحالة جيم دول الثلاث حالات تمام اتفضل لنا جزء بسيط كده طيب نشوف بعد كده بقى خطوات يتم اتباعها عند اعداد القوائم المالية المجمعة ايه الخطوات اللي حنحل بها التمرين اللي جاي ان شاء الله واحد يتم استبعات قيمة استثمارات الشركة القابضة في كل شركة تابعة من القوائم المجمعة يبا استثمارات الشركة القابضة هنبعدها كده في كل شركة تابعة من القوائم المجمعة وكذا نصيبها في حقوق الملكية او صافي الاصول في كل شركة تابعة لها يبا استثمارات ونصبها في حقوق الملكية او صافي الاصول في اي شركة تابعة من استبعدها اتنين تحديد حقوق الاقلية في صافي اصول الشركات التابعة المجمعة تحديد حقوق الأقلية في إصافة أصول الشركات التابعة المجمعة وتظهر مستقلة عن الالتزامات وعن حقوق مساهم الشركة القابضة دي اللي اسمها إيه بقى؟ دي حقوق الأقلية دي بتبقى الوحدية كده؟ خلاص بنحددها ونبعدها كده إيه؟ مستقلة عن الالتزامات وعن حقوق مساهم الشركة القابضة نيجي بقى حاجة اسمها نسبة السيطرة نسبة السيطرة اللي هي شراء الشركة القابضة أسهم رأس مال الشركة التابعة وحنشوف باهن هل حتشتير رأس المال كله ولا جزء أكبر من 50% ولا إيه أنا بنتكلم عن نسبة السيطرة اللي هي شراء الشركة القابضة أسهم رأس مال الشركة التابعة واحد تقوم الشركة القابضة بشراء كل أسهم الشركة التابعة أي بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة التابعة أو جزء منها يتراوح ما بين أكثر من 50% وأقل من 100% طيب وفي هذه الحالة يمكن استخراج نسبة الملكية اللي هي نسبة السيطرة وفقاً للمعادلة الآتية قبل ما نقول المعادلة بالله عليكم لو الشركة التابعة به ماشي لها أسهم 100 ألف ساهم والشقة القابضة ماشي اشترت منهم 60 ألف ساهم يبقى نسبة سيطرة أو ملكية الشركة القابضة في التابعة كام؟ هتقول لي حسن 60% أيوة 60 ألف ساهم على 100 ألف ساهم في المية بقى 60% يبقى نسبة السيطرة بتساوى بص القانون بتساوى عدد الأسهم المشترى من أسهم التابعة على إجمال عدد أسهم الشركة التابعة في 100 هذه اسمها نسبة السيطرة طيب صافي أصول الشركة التابعة اللي اسمها حقوق المساهمية بتساوى إيه؟ تقول لي الأصول نقص الخصوم جميل أصول نقص الخصوم؟ طيب طيب يا الأصول دي هتتمثل في صافي الأصول بتساوي رأس الماء زاد الاحتياطية زاد الأرباح المرحلة ده بعد استبعاد الخصوم جميل النقطة اللي بعد كده يقتصر إعداد القوائم المالية المجمعة في تاريخ السيطرة على إيه؟ إعداد قائمة المركز المالي المجمعة فقط آخر نقطة إجراء قيد الشراء في دفاتر الشركة القابضة فقط إجراء قيد الإيه؟ الشراء في دفاتر الشركة القابضة فقط بكده يكون شرحنا الجزء الأول في المحاسبة في شركات قطاع العمال العام والمرة اللي جاية ندخل في العمل بإذن الله تخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص